البرنامج اللي احنا كنا بنتكلم عليه مبارح نجوم السماء اهانا البرنامج ده بالذات عجبني جدا هقولك ليه مبارح ما كانش عندنا وقت قوي ان احنا نتكلم لان احنا طبعا كنا مستضفين النجماران يا يوسف معنا على التليفون فكان بطبيعة الحال لازم نديلها مساحتها في الكلام نجوم السماء ده برنامج حلو حلو ليه انا قلتلك مبارح انا اقدر اقولك ان احنا اغلبنا اللي لم يكن كلنا احنا مشوفناش مصر كما يجب احنا بنشوف ايه شوفنا مثلا اسكندرية ومصايفها والناس اللي بتروح الساحل الشمالي بعضنا شاف بعض من بعض وان كان جزء صغير يسير من محافظة البحر الاحمر اخرنا بتبقى الغردقة لكن ما عدناش على ساحل هذه المحافظة الكبيرة الضخمة على سبيل المثال احنا ما روحناش سيوى والوحاية احنا ما نزلناش اسوان بجد احنا اخرنا في رحلة لقصر واسوان بنعدي على المعابد في 3-4-5 تيام ودمتم سلاموا عليكم 10 تيام معابد لكن احنا ما شوفناش الجزر النيلية اللي مالية نهر النيل من شماله وحتى جنوبه ده على سبيل المثال بص يا عم احنا ما شوفناش من مصر اكتر من 20% 80% اللي ما شوفناهمش اجمل بمراحل وده اللي عمله برنامج نجوم السماء بالمناسبة لانه ورى لك مصر من فوق انت شوفت مصر من السماء فقلقيت عليها نظرة وكأنك ماسك الميكروسكوب كده وقاعد عمال بتدقق فيها حتة حتة وتفصيلة تفصيلة فتكتشف ان مصر فيها كل اللي انت نفسك فيه مصر فيها المالديفز ازاي بالجزر اللي موجودة فيها اذا كانت جزر بحرية او جزر نهرية او بحيرات متوزعة في ارجاء القطر المصري ده على سبيل المثال مصر فيها سياحة الصحاري حدث ولا حرج والزحلقة على الرملة وما الى ذلك مصر فيها سياحة شاطئية تجنن مصر فيها محميات من هنا لحد بعد بكرة مصر فيها سياحة ثقافية من هنا سياحة ثقافية بقى بتاعت مصر دي من هنا لحد الف سنة قدام عشان تعرف بس تتفرج على حضارة 8000 سنة ده على سبيل المثال تاخد بقى كل الاوقاء كل الاماكن الثقافية او الاثرية ان حبيت انك تسميها كده ده مثلا يعني عندك بقى السياحة بتاعت الغوص ومش عفلية السياحات البيئية انت في مصر عندك كل حاجة طيب احنا كنا عارفين كده هذا ما اوضحه لنا برنامج اسمه نجوم السماء فانا البرنامج ده بالنسبة لي الكريزة بتاعت البرامج السنة دي احنا مش بنتفرج على برنامج جاتافة ولا برنامج اشتغالات احنا برنامج بنتفرج عليه كل نجوم من عندنا النجوم اللي طاف الزراف ضيوفه هذا البرنامج البرنامج بيشجع على رياضة جديدة لم نكن نعرفها جيدا في مصر على الاطلاق يعني يعني ممكن اقولك مثلا انه صفر فاصل صفر 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 واحد في المية اللي عارفين ان احنا عندنا هذا النوع من الرياضة اللي هو القفز بالمظلات من الطائرات في مصر وبالتالي انا اشجعك على ذلك طيب وبعدين البرنامج بيوريك مصر الحلوة وجمالها وطعمتها مصر البهية يعني كما تصح الكلمة وتوضع في مكانها الامثل والاوضح مصر البهية عارف مصر يما يا بهية هي دي ده بجد ده البرنامج وبتشوف النجوم وبتشوف النجوم ازاي بقى صحيته ما خليك اللي هينقطه ده يكون صحيته في التمام طيب فوق كل ده البرنامج انتاج ايه المتحدة انتاج مصري مية في المية طيب المنتج مصري ماذا عن المخرجين مصريين ماذا عن المصوري مصريين ماذا عن المدربين مصريين ماذا عن فريق التأمين مصريين ماذا عن الطائرة مصرية ما كل حاجة في البرنامج ده من الابرة هو بالتعبير الدقيق للطيارة بقى المرة دي مش للساروخ تعتمين تعبير الابرة للساروخ كان ايام الزعيم الراحل جمال عبد النصر من الابرة للطيارة مصري انتاجه شركة مصرية بعقول وبأدين وبإبداع المصريين اذا عشان كده لما بقولك حقيقي المتحدة اضافت لنا خلال السنين اللي فاتت دي اضافة اكتر من رائعة يبقى انا حقيقي انا اعني هذا الكلام وادلل عليه بوضوح وتفضل دايما عندي انحيازات ناحية البرنامج بتاع النجوم السامة والاختيار بتاع السنة دي